السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات المريض أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه الجريمة التي سنهضر اليوم هي جريمة فاشعة وراح ضحية عائلة بأكملها وقعت عام 2007 وفي شهر رمضان وفي الضبط 8 من شهر رمضان وفي العاصمة الجزائرية الجزائر هذه واحد العائلة كانت تكون من الأم ووجوج بلاد وبنت الابن الكبير الاسم الياله هيشام وفي عمره 24 عام بحل ماكاك تابعه واحد الشاب الاسم الياله أحمد عاد واحد البنت الاسم اليالها نادية الأم كانت ممرضة في واحد الصباطع بينما الأب يلا توفى هذه تقريبا واحد العام عام تقريبا قد قد باش مات الأب رب الأسرة هشام كان مريح في الدار مريح في البيت ونادية را تقوم بالواجبات المنزلية ديالها وأحمد را كيدور مرة هنا مرة هنا مرة هنا مهم كما قلنا الأم را خدامه مازيان هشام مريح في البيت دياله ومعجوي هديك مهم شجوج بحل ماكاك الوحدة أشنو غيدير؟ غاد يعيط لاخته ونادية غا تجيعده قالت واقعي لأخوه الكبير باقيني شحاجة صخرها أو شحاجة المهم داخلات عنده البيت بسد البيت وهو ينوض طار عليها الزوحة الجنوية كان موجودها ويدووز عليها انحارها طائحة تم ماء دبحها هنا يجاق سمع الضاج يسمع الغوات أخوه الآخر أحمد يدخل يتم ماء هو يلقى خطوق طائحة واخوه الآخر يشام هز جنوية وواقف على رأسها هنا الدري هذا أحمد في عوض ما يشوف السيد يعني رحيز جنوية خصوية يكاليه او لاش حاجة مشا عند خطوق مشا يقلبه واش مازيس او للا بغي ينقض الحياة دياله واتكه لاخوه يستغل الموقف ويعطيه طف 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 طيحه احدا الاخت دياله مشا صد الباب عليهم ومشا نغسل دووش وريح الارض شاية الفازة بقى يتفرج مع جوه هذيك الرابعة بحل مكاك جاي الام جاي الام خدات شي حويجات شي خضرات وش فواكي وش حاجة راكم معارفين رمضان جاي طلعت للدار وقعت هشام وليها الكبير السلام السلام كيتفرج التلفزيون هنا يتطول وفين هي نادية في نواة احمد مبانوش لي وقال لي ما عرفت ما عرفت في مشاوه وربونا باقي ما جووش من الجاميع او لمشاو عنش اسحاب مهم بقى تشوف قلت واقع الى بصاحة واقع الى ديارة مشات عشة صاحبتها والى اخرى يكون الزنقة مهمو باقي انكقره الجامعة صاحبت دخلات مشات تودات دخلات الحمام تودات بدلات عليها دارت سجادة وبدت تصلي الله اكبر هنا يناد القاتل سفاحة لنهي جام مشاعجة بجنوية ومعايا السيدة مسكينة مسلية وصايمة وساجدة لله سبحانه وتعالى وما يدوز لها دوز لها انحرها فوق من السجادة ها جريمة باشي ما قلنا مزيان هنا يمنى قتل الام وقتل اخوه وقتل اخته كيف حدث ندخل ودخل ودخل حوله وقرأت لك حتى تصل بمجرد صديق له وقل اخذ السورسات لطنوبيل 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 الام وقلت تصني صاحبه انطفل مرد لطنوبيل 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 يقولهم يومين 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 ونسي عندهم ونقدم معهم يومين يومين. يقول الله معنا عندك ما يدار. في الإصافة لا يومين بس يومين معك. ركبوك ومشيه. تقريبا تبقى ثلث يام عند أمام. من هذا الأم ، هذا الأم ، هذا الأم ، يتسالم على صف هذه المنطقة بسعدة. هنة يومين يجا هو سيجد أشياء أخرى. كيف يوقع في هذا اليومين. الأختي للضحية الأختي للأم من الحشام تقتليات و تصليم سكينها الله رحمه جيت عندها من بعد ما التصلت بها مرارا و تكرارا في الخدمة جيت عندها مكينة هنا كتصلت يتصلت بهذا نادي حاولت تواصل معه موال هنا تشوشات جيت كتضق يقول له الجران والدراهة تقريروا في اليومين فعليان يتعلق يومين تذهب على الجريمة اليوم الثالث عاد يقبشي البوليس ويأتي للدار جابتهم وقالت لهم ليس شيئا واقعا لأنه شكات المرأة صافي البوليس خداه الإن من نياب العمرة دخلوا دخلوا كتلقوا الكارثة الكبرى تلقوا المرأة مقتولة وهي فوق السجادة لها تصلي فلقوا جوج أشقاء مقتولين واحدة 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 يعني أخوه في البيت ما هذا الشيئ هذا كارثة كبرى هذه مهمت بمدار الدرجة فذلك الوقعتها يعني عائلة بأكملها وكل ما كانش هشام لإن ابن البكر اهو جاي هشام جاق جاك القلبوليس روينا أجيت تبدي فكتي قل لي وانا كتما صاحبي عنده عمامي فلان وفلان وفلان بسعادة فهو صاحبي وين هو صاحبي وأكد الهضرة دياله وقل لي مبدي إحنا يلا جينا ما شنوا واقع قل لي عدت انكباركش أمك واخوك واختك قاموا مقتولين الله أكبر أبدا كي يبكي وابدا كي يندابوش كنقتلكم بالطريقة وكذا كذا لا يخذ في الحق شدونين المجريم هني البوليس صراحة شكوا فيه ومشكوش قالوا هدا الواحدة ما يمكنش تعلتها ما سوتيش هديو ماين ما تتصطي بيهم ووالو أنا وقع كده ورف عيني وقل لي لا أنا حتيش مشيت وانا قلت هالوالي ديالي قبل ما دمشيه قلت لي أنا غديمشيت عمامي وتقدروا سوله عمامي كتعدهم موهم تهزو الجسد كامين ومشاو الطيب الشرعي هنا الطيب الشرعي كيأكد بأنه هدي وحد يومين باش تقتله هدي يومين في كتيتايا كتامة صاحبي في بوسعادة وتقدروا سوله عمامي وكذا صاحبك أكد الهضر دياله أنه وسيدي عاير ليها ومشيتا نويا في الطموبيل هو ليساك الطموبيل ديال الأم دياله وقال لي موال الإشارة بأنه مو رعطات الطموبيل دياله باش ومشي زيارة عائلية يمشي عمامي ويشوفهم سبيله صاحبك إما قلناك أكد الهضر دياله وسيدي يمشيينها ديومين ونهار التالت عاجينا العمام كذلك مشوا عنده مسؤولوهم فعلا نيت بات عند هدا ليلا وعند هدا ليلا وعند هدا ليلا ما يمكنش نتاوي المشتبه فيه أقول لنا كيفاش لأن البولي يشكوا فيه ما يمكنش أرى البصامات ديول ما كينينش ديوش شوحي براني البصامات كينين ديوله هو ديول الدحايا وهو رعادي يكون البصامات ديوله في الدار وشكون هدا ليه جمع ليهم قتلهم وعلاش غدا يقتلهم ما كلا صاري قال تشكي حاجة وما كين لاش هما يتقتلوا ناس أبرياء ناس دراوش على قد الحال لعم مرة دهر المرة كانت كتصوم كتصلي الوالد والبنت هما يبقين غير صغارين أش منه دائرين اللي حسين يحقضوا عليهم ما يمكنش هنال البولي يسكين ما بلنا هم شكوا في ديشام ولكن ما لقوش من يدخلوه هم يتعايت على صاحبه قال لي انت بعدها قلنا انت ملكتي غادي التوية ما حسيت بوالو من ناحية ديشام قال لي ما كيفاش الشيف قال لي بحل انه مرتبك متوتر مهم غادي وكي يقول لك شي حاجة مهم شي حاجة حسيت بأنه غريبة شخصيته قال لي لا أبدا شخص عادي غادي كنضحكو عادي كنجبدو مواضي عدة هنا 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 ما كينتش حاجة لي مريبة مزيان فاذا الفترة للصفر ديالكم على هو ما حاولش انه يتصل بمو يتصل باخته يتصل باخته يسول فيهم كذا أو لهما على طول يو لش حاجة لا هذا الشبهاتات مكانش هو ما حاولش يتصل بهم لو قالوا ما قالوا وهما ما تتصلوش بهم مزيان قل لينا ما كنتي غادي به أو لهما ما كان غادي به في الطموبيل وليد دياله ماشي حاجة قاعدة عاقع ليها جهتك غريبة جهتك مشتلهيه أي حاجة قل لينا هلانا ما يتفكر ماذا نقول لهم قل لي ما عاقل غادي هم طموبيل و هو اللي كان صيد و أحتدام حيث أريد صفحاً لكي يريدد أن يرجح الإيران الطابعة. قلت آلتها. عاقل هؤلاء. عاقل آلت أحد اصحاهم قليل واحد شوية دنيا خالية مياه قلت آلتنا نقضي حاجة للي. و لكن عندما سكت طوام والنزل لم يترك meeting at home خارجة المالك افتحها و اشياء شيئا مهم شيئا و حاصلها. و عندما كانت هدفها أرمى حاجة للمشاهدة. أمر المهم درجة الذي أريد يعني و ارجع. انا لم أفعل ذلك لانه يبقى ليس من شأن ذلك. ولكن انا باليش حاجة لي مريبة. هذه الحاجة الوحيدة التي تقدر تفيد لكم او لا تفيد لكم شاء الله اعلم. نحن نقلل عقل هذه البلاسة اللي يرمى فيها هذا الشيء. قلهم اهن و ارى لكم. شو مع البوليس اللي احتفتوا هذه الاستراتيون غير واحد شوية قلهم بلاتي وقف هنا مهنة 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 لقلهم هذه البلاسة. قلهم اقلهم بلاتيه و يتجربهم صاشية و يساعدهم و لايكيه. كيف تفتحوا؟ تجربهم اداة الجريمة و الجنوية. الجنوية وباقي الدم منيس ملطخة بالدماء. هذه كجنوية او الخدمي بلغة جزائريين. تجربوا الخبرة لكي تجربهم البصامات و يتعرف الدم لما يقعد. بدون ذلك تظهر الان هذا الهشام هذا ممزيد و الدم والدكام و لا يوجد دم واحد و الدم و الدري و الدرية هذا دليل كافي و ماده قوي اي قاد يحكم به و سوف يتحرك به في الحبس احنا عرفناك أنت لدرسي الفعلة تفاصيل الجريمة لماذا حاولتها؟ في الأول حاول أن ننكر ولكن نواجهه البوليس في هذه الجنوية والبصامات الجنوية والدم الملطخ في الجنوية أراضيها للضحايا ولماذا زيته أرميتيتم ونزلوا وقالوا لي بزاف قالوا لي أنت تقول بأنك مشيت مع صاحبك ولكن هذه المبدأ طبايا بالشرع رقالينا بأن الناس تقتلوا قبل ما تتعايت على صاحبك يعني من اللي درنا التحريه ديالنا أعرف أنك تقتلوا هما عاد تمشيت مع صاحبك سافرت وربو سعادة غير أعرف حسن لك أنا بقى كدورت عيني واشنو قالوا؟ قالوا صراحة أنا محملش هذا الشي اللي كي يديروا فيه، شنو اللي كي يديروا فيه؟ أخويا ماختي، أخوك ماختك نادية مع أحمد مالهم واشنو كي يديروا؟ وكي يديروا واحد العلاقة مشتلة لي، علاقة غير شرعية وأنا قلت الوالدة ووالدة ظهرت فيها وقالت لي هذا الشي هذا مش شغلك، كيف كانت على العلم؟ صافي أنا فاض بيا قسلتهم، ما زيان قسلتهم؟ هذه الرواية مشاوا وكملوها البوليت، أشنو داروا وعرضوا البنت أعلاق الخبرة الطبيب قال لي هذي رأي أشرف من الشرف، ووالدة الشي كامل يقول غير كدوب وبالتالي رجل يقول لي أنت هتكذب عناس وميتين، بك حشمش ها؟ هذه ما رواية ما اتزفتها، ستقول لنا السبب الحقيقي، وإلا ستشوف شي حاجة ما عمرك شفتها سنبقى يدور في عيني، أهو يقول لي، أشنو قال لي؟ قال لي مصيدي، القضية بدأت من اللي مات الوالدة هذا عام أو لا عام، ولا شي حاجة وابه كان قريب له بزع، وكان عزيز لي، هو مؤخرا قبل ما يموت، كان عياء، أو مرض هنا من اللي مات بقى فيه الحال بزع، هو من اللي مات بقى فيه الحال بزع، هو من اللي مات بقى فيه الحال بزع، لده يوبخ أخوه، أخته، وأم دياله، لماذا كان يوبخهم؟، يعني اعتبر أنه هو ابن البكر، قال لي مصيدي، أنتم معتنين بوالد، مهي حتميتوش به، ما يديتوش شي صبي طريقة، مزيان، ما كتعتنينيوش به، ما تحليتوش به، يعني لا راعيتوش اللي حتى مات، أن الواحد اللي قسي نقابلو وكاد كاد. هنا يبارزتهم يبارزتهم فيهم كثيرا يبارزتهم في الدرية و الأم بحالة زائدة قليلة و عيق هنا الأم أشنو غدت قوليه باش تسكته كنت ليشوف هذا نحن لم يكن أخي و نحن كامي بحال بحال لا انتاق لأخوتك لا أنا احتمنا به و درنا جهدنا ولكن اللي قادرت على الله رفع كل شيء السيد مات و وفاه الأجل توفى درنا المستحيل معه ولكن لا راد لقباء الله و زائدون منتايق رامشي الابن من صلبه نحن غير مربينك و قال لي كيفاش؟ انت غير متبنى قدت لي أنا مليتزوج بوليدك لم يولدنا في الأول و أعطنا في الإنجاب و نتبنيناك و نتبنيناك في واحد ضارة الأيتام و نرى لنا شي ناس و نتبنيناك تبنيناك و كان عندك ساعة عام و أخذناك و جابت لي بما يفيد انه فعلا النيت متبنى جابت لي الاوراق الرسمية والتوبوتية من عند الملجأ اللي اخذت منه هاد هشام هادا يعني قرادك شي شاف راسو يعني غيرك خربق هو اصلا ماشي ولد هاد العائلة ولكن قلت يشوف احنا معمرنا قلنلك شي حاجة وانو معمرني حسستك بانك انت ماشي بحالك بحال احمد او بحالك بحال نادية ومن وراء ما تبنيناك بشي عام بحال ما كانت جاب لحتي يصير ولد احمد ولد من وراء النادية ولكن انت ابقيت في نفس المكانة ديالك انت ولود الكبير وانت احسن حاجة وكذا 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 راح مو معمر وخصر خاطرك ولاش حاجة انت بحالك بحال خوك وبحالك بحال خلقتك نفس المعاملة وانت الشي العينيك ما جبت لدني اخبار بحسستك بارزطيني وقلت هلك حتشي اللي كان نبقى في الحال بزاف نبدك يوبخ فيهم مش اول بعد يتأكد من دار الايتام سووا لهم سووا الادارة قالوا لي اود درافع لاني تلك العائلة رجاء وتبنوك ومتاكدتي هنا يعني يعني يسمحوا فيه الوالدين ديالو اخده وشيناس جابوه الملجأ ليحتاجوا هذ الناس وتبنوك بالصفة قانونية هدنا قال لهم وكيفاش وانتو معلش اعطيتوني اللي هوم وكبقيت غير في الملجأ قال لي واشتكت خربك تشمل الملجأ الملجأ العناية على الموضعفين والعناية هنا يرمشي العناية العائلة والعائلة اللي جزيون بخير اهتموا بك 24 عام تواكل شارب لابس مزيان يعني عندك حد الحضن عائلي مع مرك ما تحسستي بانك انتبراني او لا يتيم او لشي حاجة مالك اشنو باغي خاصك تحمد الله الناس هنالك هتتكرفس في الملجأ واخد يد ولو كل شي رأيب نادم كيتكرفس ووالو وما دخلاش للفكرة الرأسه ووات عبر بان العائلة قولبوه استغبوه 24 عام علش غدي قولبوه الله اعلن مهم هو هكذا حس قرر انه انتهى قام اللي احتاجات اللحظة المناسبة بالنسبة ليه صفاها عليهم علش تبنوني وضحكتوا علي 24 عام هذي ما قلتوا لي يا والو اللي احتل دابا انا غدي نتنم لكم كاملين فعلنيت نهار الثامن من رمضان عام 2007 دار جريمة ديال الشنعاء اقتلهم كيف ما قلنا لكم في الاول ايه وهكذا في الاول اعتبر البوليس وعتبرات المحكامة ان السيد وقلا مختل العقليا عرضاته على الخبرة الطبية تبطل من خلال الخبرة الطبية ان السيد سالي بعقله ما مسطيه ما حمقه ما تشعجه بحال وحال الناس ايو وصافي تحكم عليه بالاعدام ايو والاسف شديد كما المغريب رأى الاعدام توقف ما كيتنفتش رأى باقي دابة في الحبس ايو وحدي النهاية ديال الحلقة ديالي ديال اليوم كانتمنى انها تنال الريضة ديالكم والله يرحم لكم الولدين على حسن اصغار ومتابعة اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة